أنا برضو كنتي بتتكلمي عن الدمج بتقصدي هنا في الدمج أنه الدمج ما بين اللي هم تحت 17 سنة والفرقة الأولى مفيه دمج ما بينهم؟ هو طبيعي أن احنا بناخد منتخب الأول بياخد من البنات الكبار وبياخد من الأقل منهم وبيحصل دمج منهم وبعد لكن أنا بتكلم أن احنا عندنا ثلاث منتخبات ما كانش موجود ده قبل كده كان هو منتخب واحد دلوقتي بقى عندها ثلاث منتخبات بنشتغل كل منتخب باستراتيجية بجهاز فني برؤيته المنتخب الأول عايزين نعالي تصنيف بتاعنا على مستوى العالم وعلى مستوى مصر كمان والدول الخارجية احنا وضعينا ايه في المنتخب الأول؟ المنتخب الأول عندنا بطولة ودية إن شاء الله في شهر رمضان في الأردن هنكون موجودين فيها منتخب مصر الأول علشان برضو ده هيساعد في أننا نعالي تصنيف هنلعب في الأردن من 4 إلى 14 إن شاء الله ده هيساعدنا على أننا نعالي تصنيف وطبعا الاحتكاك مع منتخبات مختلفة ده هيقلل عند بناتنا الرهبة وهيزود عندهم التحديات وهيعلم كمان من مستواهم ده نقطة بتتدربوا فين؟ يعني أنا عايزة أعرف البنات بنات بيتدربوا فين؟ احنا عندنا في مصر دلوقتي حاجة عظيمة جدا يعني اسمها مركز المنتخبات الوطنية في المدينة 6 من أكتوبر ده فيه طبعا ملاعب وفيه ملعب كل يوم بيتمرن عليه دلوقتي عندنا منتخب تحت 17 سنة بيتمرن ست وحد واثنين وثلاثة مغسكر مفتوح تدريب الناشئات تحت 17 سنة ومنتخب الأول برضو بتمرن على نفس في نفس المكان مركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر طيب أنا برضو هنا عايزة أسألك يعني الفرقة دي إحنا أنه البنات يلعبوا كرة قدم يعني وهي وهي اللعبة الأولى أصلا في مصر يعني كرة القدم الرجالية طبعا فبردو يعني ممكن تحقق برضو تاخد من الشعبية اللي موجودة كلعبة طبعا أكيد هي تاخد من الشعبية بل إن هي كرة قدم في كرة القدم هي مشكلتنا في ثقافتنا في مصر إن هي مقتصرة عن الولاد ولكن في الحقيقة وفي العالم كله في الدول المتقدمة كلها لا كرة القدم البنات لها نفس التأدير ونفس المواصفات بتاعت الولاد وعشان كده في تطور كبير بره عن مصر لكن إحنا بنسعى في الفترة دي إن إحنا فعلا نحقق التطور دوت في مصر ونتحقق كل اللي إحنا عايزينه من خلال بلاتنا لإن إحنا عندنا جيل الشباب ونشيئات يلعبوا ويعملوا رياضة وعندهم مواهد كمان موهبة موضوع إن هي مرسة وخلاص هل قرار الاتحاد بإنه يلزم الأندية أن يكون عندها كرة قدم نسائية وأعتقد ده بنهاية السنة شيء إجباري هل ده أسعدك بقى الاتحاد الإفريقي طبعا طبعا أنا أتكلمت في النقطة دي حوالي سنة ونص إن فعلا خلاص الاتحاد الإفريقي خاد قرار إنه مش هيد الرخصة لأنديت الرجال إلا هتشارك معهم إلا لما يكون عندهم نشاط كرة قدم نسائية فهذا الإجبار عمل حركة يعني؟ هو لحد دلوقتي نتمنى الأندية كبيرة زي الأهل والزمالك والأندية كبيرة في مصر لنهاية عندها كرة قدم نسائية ولكن الأهل ينادي الأهل يبدأ بأكاديميات لكرة القدم النسائية فدي خطوة وهي طبعا الخطوات دي كلها مؤجلة نتمنى أن خلاص السنة الجاية 2023 يعني الأهل مثلا ما عندوش؟ لا ما عندوش والزمالك يعني قوليلي بقى مين اللي عندو هتستغرابي أن الأندية مثلا ودي دي جل عندو طبعا نسائية من سنين طيران عندو من سنين دلوقتي فيه عندك ترام عندنا ديلفي عندنا استسموحة للتحاد لا لا استسموحة والاتحاد دا ما عندهمش بنات فهم مجبرين بقى يعني أنت إذا تقولي لي أن الأندية يعني الأقل شعبية عندها كرة نسائية والأندية الكبيرة زي الأهل والزمالك ما عندهاش نسائية ونتمنى من خلال وجودنا النهاردة تاني بالنادي أن الأندية الكبيرة دي تبقى عندها كرة قدم نسائية والبنات تاخد حقها في النقطة دي أنه فعلا ليها جماهير على فكرة البنات ليهم جماهير زي ما الولاد ليهم جماهير ليها شعبية كل أب وأم تلوقتي ما بقاش بيختصر أن ابنه بيلعب كرة فلا بنته عندها موهبة بيسعى وراها ويحقق لها اللي هي عايزان هي تمارس اللعبة دي وتكون لها دور في المجتمع يعني